اشتركوا في القناة اتزعت الناموس ب7 دقائق و33 ثانية و7 اجزاء من الثانية لتهدي اهالي المملكة اول انتصارات الصباح اما الشوط الثاني ذهبت مع رسل محمد بن احمد بن منانة تهانينه والناموس على هذا الفوز والانتصار وسلام يهالي زعبيل وهالي مرغم ب7 دقائق و32 ثانية و3 اجزاء من الثانية لتنتزع الناموس اما الشوط الثالث مشاهدين الكرام كان هملول بدون اي تعليمات منتزع الناموس المحلية الاصائل لهادي بن عبدالله بالركاض العامري حيث قطع المساعدة ب7 دقائق و39 ثانية و7 اجزاء من الثانية السلام على هذا الفوز والانتصار وسلام عناوي السلام اما الشوط الرابع ذهب الى هالي الساد حيث كانت بوابة 11 حاضرة في تحديات الصباح ب7 دقائق و36 ثانية ثم الاجزاء من الثانية مع صايب لحمد بن سيف بن عيف العامري الشوط الخامس الحذرة في انطلاقات المحليات الاصائل لهاالي القوع كانت حاضرة ب7 دقائق 38 ثانية بالوفاء والتمام والكمال تهنين يبو محمد على هذا الفوز وسلام لأهل القوع سلام اما الشوط السادس كانت مزون علي بن سعيد بن مطوع الاكتبي حيث انتزعت الناموس وسجلت توقيت افضل في هذا الصباح ب7 دقائق و29 ثانية وجزء واحد من الثانية تهنينه ناموس وسلام لهاالي الهيار سلام على هذا الانتصار الشوط السابع يأتي الزناتي لمالك سليم بن محمد الغيلاني منتزع الناموس ب7 دقائق و41 ثانية وجزءين من الثانية اما الشوط الثامن يأتي الخطاف ليخطف ناموس هذا الشوط لمالك سليم بن حمد بن سليم الاكتبي ب7 دقائق و30 ثانية و4 اجزاء من الثانية مهديا اهالي المدام هذا الانتصار اما الشوط التاسع نذهب لدستور لراشد بن سليم بن سليم بن دليوي منتزع شوط المحليات الاسائل ب7 دقائق و37 ثانية وتسعا من الاجزاء من الثانية تهنينه على هذا الفوز والانتصار مع فكتري تيم شوط العاشر يأتي دور الضبي او الضبي لمالكها هجن السيلية المملوكة لعبدالله بن سعيد العيدة تهنينه والناموس وسلام لهاالي قطر 7 دقائق و33 ثانية و8 اجزاء من الثانية اما الشوط الحادي عشر يأتي دور السائحة فارس بن عبدالله الدرعي حيث قدم السائحة ب7 دقائق و35 ثانية وجزء واحد من الثانية تهنينه والناموس وسلام لهالي القوع السلام اما الشوط الثاني عشر الحذر يأتي العبيد بن محمد بن حمد الدرعي منتزعا كذلك هذا الفوز ب7 دقائق و42 ثانية و7 اجزاء من الثانية تهنينه والناموس وسلام لهالي القوع السلام أما الشوط الثالث عشر يأتي موادع لمالكة سالم بن سعيد البثرة الخاطري تانين ونامو سبع دقائق وستة راتين ثانية ستة أجزاء من الثانية هنا خاتما أشواطنا المفتوحة أما بعد ذلك نذهب لأشواط الانتاجي والمنتجين عصرية في الصباح أدت هذا الجميل لهالي العوير لعبدالله بن عبيد بن حميدان تانين ونامو سبع دقائق وستة راتين ثانية وثمانة أجزاء من الثانية تانين على هذا الفوز وسلام إلى هالي العوير أما الشوط الثالث عشر تأتي مراسيل لمالكة محمد بن أحمد بن منانا ليضيف نقطة ثانية لهذا الشعار مع لحظات الوصول والفوتو فنشبه سبع دقائق وستة راتين ثانية وستة من أجزاء من الثانية تانين بمنانا وسلام إلى زعبيل سلام أما الشوط الثالث عشر يأتي مرفوق لمالكة هادي بن أحمد بالثيمة العامري للعين ونواحيها والطوية سبع دقائق سبع ثلاثين ثانية وسبعة أجزاء من الثانية تهنينا على هذا الفوز المستحق الشوط السابع عشر يأتي الفارس لمالكة علي بن سعيد الهاشمي ليهديها للسلطنة هذا الانتصار سبع دقائق خمسة ثلاثين ثانية وتسعا من الأجزاء من الثانية الضبي في الشوط الثامن عشر راشد بعبيد بن حليس الوهيبي حقق الانتصار والمركز الأول بسبع دقائق وسبعة ثلاثين ثانية وجزءا وحيدا من الثانية أما الشوط التاسع عشر تأتي خود لمالكة علي بن سليم العويسي مهدي الفوز والناموس الهالي السلطنة بسبع دقائق واربعة ثلاثين ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية زعفران في الشوط العشرين المبارك بن يمع بن مغير الخيلي مهدي الفوز الهالي بوسامرة بسبع دقائق واربعة ثلاثين ثانية وسبعة أجزاء من الثانية الشوط الواحد والعشرين متعب المبارك بن يمع بن مغير يضيف نقطة ثانية أخوه بالعام الماضي حقق رمز في ميدان المرموم ليأتي هنا هذا البطل من جديد ليقدم كذلك نفس السلالة ونفس المسيرة سبع دقائق 35 ثانية وجهز واحد من الثانية وسلام لهاليبو سمره للمرة الثانية أما الشوط الثاني والعشرين السرابة لمالك محمد بن سلطان بن ميثان القمزي مهدير الفوز والنموس إلى هالي السمحة بسبع دقائق 37 ثانية واربع أجزاء من الثانية الشوط الثالث والعشرين الغزيلة حمد بن عيوف الدرعي سلام وتحية لها للقوة سبع دقائق 37 ثانية وثمان أجزاء من الثانية أما الشوط الرابع والعشرين يأتي الحنيش صقر بن مسلم الغفيلي منتزع للناموس ومهدين لها للسلطنة سبع دقائق 36 ثانية واربعة أجزاء من الثانية أما الشوط الختام كان الواضح لجمال بن راشد بن كاسب المسافري منتزع ناموسي هذا الشوط ومهدينها لراس الخيمة هذا الانتصار سبع دقائق 34 ثانية وستة أجزاء من الثانية تهنين ناموسي بن كاسب وتهنية على فوز الواضح بختام انطلاقات سباق هذا اليوم إذن مشاهدين الكرام كانت هذه النتيجة حاضرة في أجواء كرنفالية في صباح هذا اليوم ساعة الواحد ونصف لنا لقاء بإذن الله تعالى مع هجن أصحاب السمو الشوخ في متابعة سن الإذاع حين ذلك الموعد نتمنى لكم موقعات سعيدة من مخرج هذا السباق وليد البارودي وطاقم العمل الفني جميعا إلى اللقاء اشتركوا في القناة